اشتركوا في القناة نور الجنزوري اللي بتنشر محتوى خاطير على السوشال ميديا كل الناس بتابعيها وحيكون معنا كمان طبعاً كالعادة قصة لذيذة جداً وحدوتة خاطيرة يلا بقى نروح بسرعة ونبتدي الحلقة ونعرف كل التفاصيل في ترانز النهاردة حكلمكم عن إزاي دور المشاهير مهم إن هما يسلطوا الضوء على قضية موينة في العالم زي مثلاً في مهرجانات كتير من خلال لبسوهم قدروا إن هما يعبروا عن رأيهم في قضايا مهمة طيب بقى نتكلم عن أول مهرجان شفنا فيه مين وقال لنا إيه زي في مهرجان كان في الدورة اللي فاتت وكانت الدورة السبعة وسبعين شفنا الفنانة كايت طانشات ودي فنانة أسترالية وهي لابسة فستان اسود كده نازل ستريت ولي من وراء بقى ديل أبيض ومن جوة رح توقفة كده ورفعها وبينت بسيطة كده البطانة لونها أخضر وهي وقفة على سجادة حمرة فشفنا إيه ده بيرمز لعالم فلسطين حبت توصل رسالة بمنتهى الوضوح وبمنتهى البساطة في نفس الوقت من غير ما تنتق ولا كلمة بس في ساعتها بينت هي بتتضمن مع مين وعايزة تقول إيه وبعدين شفنا الموضلة الأمريكية فلسطينية بلا حديد وهي لابسة فستان خطيرة عليها بس الفكرة بقى فيه مش بس إنه حلوة عليها إنه معمول من الكوفية الفلسطينية كله أحمر فبيض شكله حلو ولزيز بس برضو بتعبر عن رأيها وموقفها فقضية مهمة الفستان ده من عند مايكل آند هوشي وشفنا كمان الممثلة الهندية كاني كارسوتي وهي مسكة شنطة على شكل بطيخة وطبعا ده بيوضح جدا موقفها في القضية الفلسطينية وهي وقفة مع مين وده كان في العرض الخاص لفيلم All We Imagine As Light وفي الدورة اللي فاتت في مهرجان الجونا كان الشعار Cinema for Humanity وطبعا ده دليل إن السينما هي فعلا لها دور مهم في القضية الإنسانية عشان كده شفنا كذا فنان في الدورة اللي فاتت دي وهم لبسين لبس ليه علاقة بالقضية الفلسطينية وأولهم كانت الفنانة كريمة منصور لما لبست فستان كان حلو جدا عليها كان من فوق على شكل الكوفية الفلسطيني والحزام كان لونه أخضر ونازل من تحت اسود سادة فعلا الرسالة كانت واضحا هي بتدعم فلسطين وفستان كان حلو وفعلا كان في مكان وشفنا كمان الفنان أبو في نفس الدورة المهرجان الجونا وهو برضو بيدعم فلسطينه وكان لابس البدلة بتاعته ليها علاقة بفلسطين في الحزام وفي التفاصيل وهو اليوم ده فعلا تلع وقال أنا بدعم القضية الفلسطينية وكان مهدم جدا إن هو يبقى لبس لبس بيعبر عندها وزي ما شفنا كمان الفنانة بشرة ومنتهى البساطة كانت لابسة أبيض في السود بس قررت إن هي تربط الكفية الفلسطينية على شنطتها دعما للقضية الفلسطينية وفي نهاية ترانز عايزين نقول إن إحنا بحاجات بسيطة جدا نقدر نعبر عن موقفنا في قضايا مهمة جدا ودلوقتي تعالوا نروح نشوف القصة اللي عندنا النهار رالف لورن مصمم أزياء أمريكي قدر يطور علامة التجارية إنها تكون واحدة من أنجح إمبراطوريات الموضة في العالم كله وده كان من خلال القطع اللي بتميزه جدا في البداية درس رالف لورن إدارة أعمال وفي نفس الوقت اشتغل في شركة بتعمل كارفاتات لبدل والموضوع ده شد وقتها جدا فقرر أن هو يبتدي أنه يصنع قطع بتتلبس على الرقبة وبسنة 1967 ابتدى يعمل بيزنس لنفسه وعمل خط للكارفاتات باسم بولو ومن بعدها ابتدى أنه يتوسع وبسنة 1968 صمم بدا الرجالي اسمها تويد سوتس وكانت ستايلها انجليزي الجاكت بيكون تخين وفي نقشة كاروهات وبعدها في السبعينات دخل خط لبس للستات زي الفستات مع الحزمة وفي سنة 1972 عمل أكتر حاجة تشاهر بيها وهي تي شيرت بولو الرياضية اللي في منها ألوان كتير جدا وفيش حد ما يعرفهاش وبقت التريد مارك بتاعته وبتدينا نشوف في أفلام كتير ممثلين يظهروا لبسين من اللبس بتاعه زي الفيلم The Great Gatsby وكان ممثلين لبسين فيها بيدل كلاسيكية جدا وده خلى الناس تبقى عايزة تعرف مين اللي صمم البيدل دي وكمان في فيلم آني هال لما ودي آلين ودايان كيتن لبسوا من تصميماته الكلاسيكية برضو أميس وبانطلان وفست وقطع كانت كلها أشياء من بعض ومن هنا تعرف أكتر وأكتر وقرر في سنة 1983 إنه يتوسع أكتر وعمل خط اكسسوارات منزلية كان فيها مخدات وحاجات كتير دكار للبيت اكسسوارات للحمام وكمان ألوان للدهانات وحاجات تانية كتير وبعدها برضو دخل لبس الأطفال وابتدى إنه يصمم الجينس وبقى مركة كاملة متكملة وبقى عنده محلات حوالين العالم كله وفي طريقه ده أخذ جواز كتير زي ومنزوير ديزاين في سنة 1995 وأخذ منزوير ديزاينر في سنة 1996 وكمان أخذ فاشن لتجند اوورد في 2007 وفي سنة 2015 قرر إنه يسيب منصبه كالرئيس التنفيذي لشركة رالف لارين بس فدل المدير الإبداعي لها فعلاً رالف لارين مشواره مهم وقدر إنه يطور نفسه ويخلي ماركته من أهم الماركات في السوق العالمي كله نور الجنزوري قدرت تقول رسائل مهمة جداً من خلال المحتوى بتاعها على السوشل ميديا يفطس متضحكة بمعركة كلمة هي بقى بتقعد على طول تعلق على قد إيه في كابلز وأمهات وحاجات بنشوفها في السوشل ميديا ملهاش أي علاقة بالواقع وبتبقى شايفة قد إيه الموضوع صعب بتقعد تهزر وتتريأ وتتكلم على الكلام ده قد إيه هو غير وقعي ولا أنتوا رأيكوا إيه؟ إيه بقى معنا النهار ده وحتقول لنا رأيها إيه؟ وابتدت ليه؟ وإزاي بتقدر تتكلم على كل الموضوع اللي بتحير ناس كتير في الحقيقة نور إزايك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله نور طبعاً يعني تفاصيل كتير وحاجات كتير عايزة تكلم معاك فيها بس في الأول قبل ما ندخل بس في التقيل عايزة عارة في الأول أنت إيه الخلفية بتاعتك؟ درستي إيه؟ بتشتغل فين؟ بتعميتي إيه؟ قبل بقى ما ندخل في المحتوى الخطير اللي بتعمليها السوشل ميديا أخوانا بشتغل حاجة ملايش علاقة قوي باللونا بعمله بشتغل مساعدة إداري في أحد الهيئات الدولية وبدأت أدرس تعديل سلوك بس عشان إبنين ما كانش هادة في أن أنا بقى أخصائية ولا أي حاجة وبعد ما درست الكوش ده وأخدت الدبلوما بدأت أن أنا أعمل فيديوهات للأمهات إزاي ربه بطريقة من غير ما يضغطوا على نفسهم وإزاي ما يقرنوش نفسهم بالحواليهم وفي مرة وأنا عادة على السوشل ميديا لقيت فيديو ولد موقع كرتونة بيد ومش ده الاستفزيني عايزي الأطفال بتعمل أكتر من كده الاستفزيني رد فعلا موقع ان هي عادة بتتحك وبتصوروا بس الأكشناتهم هم مش عارفة واخدين بقى بينك ولا أي أنا مش بقى فعلا بقى أغل فبدأت أن أنا أعمل content ده وبعد ما بقيت أشوف content تاني اللي هي الأمهات اللي بتسحى الساعة ستة الصبح حتى فول ميك حاجات مش ناتر الخالص وحاجات مش منطقية ده اللي خلاني أجو تول بورت ده في السوشال ميديا الميزة برضو أن انت كم بتطلعي بشكلك الطبيعي مش حتى ميكب وبشكلك وعادي واثقة من نفسك وبطواتي تعلقي على إلستات اللي بتطلع على السوشال ميديا بشكل غير وقايا أنا ما بتكلمش على حد بعينه وبالعكس انت حتى الفيديوهات اللي بتتكلمي عنها كلها الليس أجانب ما بتكلمش على أي حد هنا في مصر أو حتى في الوطن العربي كلهم أجانب بس بيعملوا فيديوهات هي بجد بتبقى واضحة إن هي لا يا جماعة ما هو فيش حاجة كده يعني في فيديو مثلا عندك عندها ستة أطفال ما عاملة فيديو مثالي إن هي سحية الساعة كم قرت الكتاب ستة الصبح وبعدين قعدت تستجم وتلعب يوجا وبعدين حضرت الفطار لأسرة مكونة من ثمان أشخاص وبعدين 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 وكلها وهي شكلها حلو وجميل وفلق حاجات غير وقعية اللي هو أكيد الست دي ما فيها عشرة بيساعدوها بس بخبئهم وورا الكاميرا يعني فهمت بالضبط فبس إيه اللي خليك نيدي القرارة تعملي الفيديوهات بقى يعني إنتي طبعا شفت الفيديوهات دي وحسيتي الموضوع مش وقية بس إمتى اللي قلت طب والله يا بقى لأنا عاملة فيديو بقى وإيه ومتكلمة عنكم هو ده اللي حصل بالضبط إنه أنا قبل ما خلف ياسيني ابني أما كنت حيامل كنت بقى تفرغ على الفيديوهات دي وحسة إنه هي حياتي هتبقى كده بعد لما خلفت أنت فعلا كنت متخيل أنا ده صحي أنا ده النور من لوعادي أنا هبقى أم وثني صغير وعارف أصحى بدري ونسحة نجري الصبح والجم تحت البيت كل الكسس طبعا اللي مش حقيقي ونشرب ديتوكس طول النهار وكلام ده وبعدين فجأة لقيت إن أنا جالي ديبريشن جالي اكتئاب لما اكتشفت ده اللي اكتئاب إن أنا مش عارفة أعمل زيهم ولا عارفة أبقى طول الوقت بيتي مترتب ومتروق طب إزاي هو ياسيني مجرد ما بيعدي من الطرقة خلص البيت كله بيعني فوقه بالزال بالزال فحسيت إنه كتير من الأمهات هتوصل للمحاولة دي بتاعت إنه أنا عايزة آآ 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 السوشيال ميديا أو التواصل الابتماعي أو الفيديوهات دي كمثال إن هي تبقى دي حياتي وده مش مش هينفع لأن ده مش أصلا الحياة مش مثالية كده طبعا ومش ومتش حد بيحط حياته الحقيقية أصلا على السوشيال ميديا بالزبط بالزبط هما بيبقوا مرتبين والموضوع بيبقى فيه آآ 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 فيديو معين والناس بتوقع الأطفال بتقوير لبيت وقت التصوير وبيتقطع ويتمنتج على كذا مش ده الحقيقي صح فده كان هدفي للأمهات إنه ما تقرنوش نفسكو بالحاجات اللي مش مثالية يعني مش الحاجة الحقيقية اللي انت تبقى فيها طب إيه خطورة الفيديوهات دي بقى على ستاتر تتفرق يعني الفيديوهات دي ناس كتيرهم بتتبعها وعايزة تشوفها وإيه ده وبصوا والحياة بس هما خطر ليه؟ هما خطر للمقارنة أنا ضد المقارنة في كل حاجة يعني فكرة إن أنا أنا وأختي كل واحد عنده ستايل مختلف في الحياة وحتى بيربي ولاده بطريقة مختلفة لأن دي شخصيتها ففكرة إن أنا أقارن نفسي بحد مش منطقي ومش طبيعي إن أنا بقى زيه هي هتقفل إما تخاني مع جزء عشان ما بيجيب لهاش الحاجات اللي بيجيبوها لها بصوا يا إما هتبقى حاسة إن هي محبطة ومش قدرص ربي ولادها أو حتى لنفسها مثال مش عارفة توصله فهيجي لها إحباط فأنا فكرة إن أنا أقصى نقارن نفسي بحد أنا ظروفي مختلفة مؤهلتي مختلفة حتى قدراتي مختلفة المهم إن أنا أشوف أنا مرتاحة في إيه ولادي مرتاحين في إيه نفسيتي أهم حاجة مرتاحة في إيه وأعملوا أيوان هي الفكرة كلها في خطورة الفيديوهات دي في النفسية عشان زي ما أنت قلت أنت كنت من الناس اللي بتشوف الفيديوهات دي متخيلاً يوم ما تبقى متجاوزة ومخلفاً هي دي هتبقى الحياة فعلاً طبعاً دي حاجة غير وقعية تماماً وبتحط ضغط كبير على أي حد بيتفرج عليه وفي ناس ممكن تحبط وتكتئم لدرجة إن هم ممكن تبوز علاقاتهم على حواليهم يعني يمكن أنت مثلاً اكتشفتي ودرتي تعرفي إن لا ده مش وقاية يا جماعة وبالعكس خدتيه في حتة تانية خدتيه بطريقة فيها سخرية فيها ضحك فيها هزار خدتيه ببساطة وبلازازة وبتنشر الوعي بطريقتك دي للناس التانية عشان هما بيعوشوا نفس الفخة بس أكيد فيه بيوت كتير ممكن تبقى بازت أو الدنيا عندهم حاصة فيها مشاكل كبيرة بسبب العدم وقعية اللي ممكن هما اللي اتنين متخيلين نهاية بتكون بتحصل يعني بسبب الفيديوهات دي بالزبط فيه ناس بتبقى ده روتين حياتها فعلا بالزاد بره بس بره بيبقى كل حاجة بتسعيدهم على ده الناس كلها بتصحى بدري الحاجات بتقفل متأخر وما بيصاروش غير يوم السبت بس عشان يوم الحد يبقى عندهم أجازة فدي ده اللي سعيدهم لو إحنا تربينا كده أوكي بس إحنا مجتمعنا مختلف تماما عندها ففكرة المقارنة هتهد حياتها وهتحسسها دايما إن هي ناقصها حاجة أنا قليلة أنا مش حارفة وصل لده بالزبط هتلاقي كل ست رايحة الجزء هبتتخانق معايا بسبب بقى الفيديوهات دي وحاسها إن لأ هو أنت زي ما بتعملش زي فولانا ولا هاللانا محنا بتتفرج أهو وهما حياتهم زي ما إحنا قلنا مختلفة ومش وقعية وناس كي تقوموا تخلل بتشوفها على السوشال ميديا ده كله حقيقي ده طبعا مش حقيقي وحتى لو فيه جزء حقيقي لو وجزء فأكيد فيه حاجات تانية كتير ما حدش بنشرها على السوشال ميديا إن ما حدش هتلع سوشال ميديا يقول أنا عندي المشكلة دي والمصيبة دي ومكتئبة والناس لما بتطلع سوشال ميديا يبتنشر البهجة يبتنشر الوعي لكن ما حدش بيحط الحاجات الوحشة فمع الأسف ده بيخلي الناس كتير قوي عندها اكتئاب وفكرا إيه ده أنا سيمش زيهم لا 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 أنا فيها حاجة غلط وفكرة إنه عادي على فكرة يعني أنا دايما بوصل لأمهت إنه فيه أيام بتيجي عليها ببقى صحي الصبح فعلا مش قادرة أعمل حاجة تعبانة فالهو بخلي اليوم يمشي وخلاص يعني فكرة إنه أنا دايما مقصرة أنا بيتي مش نضيف أنا أولادي مش واخدين شاور طول الوقت وبيكلموا إنجلش طول الوقت يعني أمثلة أصلا أنا لو قعدت أحط النفسي المثال ده عشان أوصله طول الوقت هيب عندي إحباط وعادي إنه فيه يوم الأيام عادي ناكل بساطة ستونة إيه المشكلة مش لازم طول الوقت ناكل كل حاجة بقى مزبطة بشملات بقى مزبطة يعني طول الوقت عندي كل حاجة وانا طول الوقت مزبطة أنا فعلا فعلا بقاش عندي وقت إن أنا قبل ما عمل فيديو إن أنا حط ميكب أو إن أنا ياسين أصلا ببعات فقفية يعني لو أنا يا دوبك بلحق عمل ده أقول الأمهات معظم حياتها كلها كده ده الطبيعي عند الأمهات بس برضو على قد ما الفيديوهات دي مش وقعية ولازم نبقى بطبيعتنا بس إنتي حسن لازم يبقى فينهم من التوازن برضو إحنا برضو ما نسيبش الدنيا قوي برضو يعني إحنا بنشجع الناس اللي هو لا يا جماعة ما تكتأبوش الفيديوهات دي مش وقعية مش هو ده الصح وبنقض نهزر بس في نفس الوقت إحنا مش عايزين برضو نشجعهم أو لا بسيب الدنيا برضو بايزة إيه بقى الكويزن الصح عشان الواحدة يبقى برضو عندها نوع من الروتين إنتي إيه رأيك أهم حاجة إن أنا بقى عارفة كدراتي إيه يعني أنا عارفة مثلا إن أنا بدخل مطبخ ماليش قوي في الأكل فبعد 3-4 ساعات فأنتي أهم حاجة إن أنت تحطي أنا بالنسبة لي أهم حاجة مثلا بعد وقت أولاً أنت بتجربي كذا حاجة يعني أنت بتجربي يعني أنت تجيلي حد يساعدك في البيت بتجربي إن أنت تبدأي تتروائي البيت بطريقة معينة فأهم حاجة إن أنت تدي نفسك مساحة إن أنت تجربي إن أنا ممكن أجرب حاجة وأطلع مش مظبوطة وإن أنت أصلاً عشان تعملي سلوك معين لازم تاخدي وقت طويل أو يعمل متتدرابي عليه ففكرة إنه أنا بقى عارفة كدراتي بطلب المساعدة عادي إن أطلب المساعدة وعادي قوي إن أنا أقول لجوزي إن هو يساعدني في حاجة وفكرة إنه أنا كأم أنا لازم أعمل كل حاجة وهو ما أعملش أي حاجة عشان بيشتغل طب ما أنا كمان ممكن أكون بشتغل وعنتي حاجة تانية فكرة إن أطلب مساعدة من الحوالية وإن أنا ما سيكش نفسي لمرحلة الانهيار إن أنا أفضل شي لكل حاجة جوايا وبيحصل الانهيار هما بتلاقيهم بيقولولك إيه المشكلة ما كل الستاب بتعمل كده إيه إيه إنتي مش مش تعملي حاجة فظيعة ففكرة إن أنا أعرف قدراتي أنظم وقتي أطلب المساعدة من الحوالية الحاجات دي بتبقى مهمة قوي 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 طبعا طب إزي أقدر أمرن نفسي إني ما قارنش نفسي بحد وإني أبقى عندي كده رضا وقناعة بحياتي الطبيعية البسيطة الجميلة لازم يبقى أنا من جويا راضيب ده أعمل إيه هي أول حاجة عشان أبقى تقارن نفسي من الحوالية إن أنا أقعد مع نفسي كده وأشوف أنا إيه اللي أنا بعمله في حياتي بحبه يعني أنا أولادي حوالي جوزي مثلا كويس أو حتى مش كويس بس الدنيا ماشية أنا بحب أعمل إيه في حياتي مهمة قوي 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 إن هي تعمل نفسها مي تاين إن بقى عندها وقت نفسها وقت نفسها ومن فترة للتانية أقعد أكتبي إيه الحاجات اللي إنتي مش حبة إن هي تبقى موجودة فيك يعني إيه الحاجات اللي إنتي آه ممكن على فكرة إن أنا أقارن نفسي ببرا إن هم مثلا الهلثي مثلا إن هم بيأكلوا أكل صحي نفسها فدي حي كويسة إن أنا أقارن نفسي بيها لو أنا أقدر أعمل ده مع أولادي فكرة إن أنا أقارن نفسي لو هم مثلا إن هم بيوضوا لديهم تمارين وبيلعبوا حياة كتير قوي بيهتموا بجوز الإبداية عند الأطفال مهم إن أنا أقارن نفسي الده بس ما أقارنش نفسي بحاجة مش مش حقيقية مش وقعية مش وقعية إن أنا أبقى أكل من بندل الجيم وأنا عندي ميت حاجة تانية فأقارن نفسي بالجزء الكويس وإن أنا أبقى عارفة قدراتي فين عارفة أنا إيه الحتة اللي أنا أوقع فيها إيه الحتة اللي أنا محتاجة أشتغل عليها وعادي إن أنا أقول أبقى شريق صريحة جدا مع نفسي ومع الشريق حياتي بدا أقوله إن أنا ده بيقع مني فأنت شيله لأنه في حاجات تانية هتقع منه وأنا كمان أجل صح فتبقى المشاركة دي بيننا برضو مهمة قوي ده بحكيني برضو عندي حمص تطلعها أهرة في الفيديوهات دي بتجيب يا مني يعني الناس اللي عاملين شغل مثالي على السوشيل ميديا دول وتعودت علاقية عليهم بتلاقيهم فيه في الأول كنت بدور عليهم ومع الوقت الألغوريزم أو الـ بقى يطلعوني كده كده بس دلوقت سين مش بدور الأمة هي اللي بتبعتلي فيه أوقات بس النسبة بسيطة قوي الرجالة هما اللي بيبعتوا لي يعني مظم الرجالة بفرج علي بتبقى جوازتها يعني مرطاتهم هما اللي بعتلي لهم الفيديو فكل الفيديو دي هما الناس اللي بتبعتلي الناس اللي بتبعتلي هيا مستمت شوف حصيلي ايه فيديو هده ومليز علاقية على ده أنا دني محروق قوي وأعصب بيطعبانة لو سمحت علاقيلي عليهم بقى بقيت الناس هي اللي بتبعتلي دلوقتي بصراحة فعلاً طب بتحضري الفيديو ازاي بتجيبي الافكار دي من اي بتعمليها ازاي انا قرني ولا اي حاجة يعني انا اما بعد اتكلم اولاً انا مش بحضر للفيديو ما بيبقاش مكتوب الكومنتات دي انا مش محضرها انا مش شفتش الفيديو قبل كده انا بتفرج اولاً العظيم بتفرج على الفيديو واند اسباط لانه لما نوعدي مثلاً في مكان مع صحابي وحصل موقف وحد قال كلمة الناس بتضحك لاني دي طبعية انا بحس اني دي طبعية صح بلوس انه كل كومنتات بتبقى تحت بتقولي انتي قلت بالزبط اللي انا كنت عايز اقوله ايو 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 مع خف الدم وحاجات بتبقى طالع مع الوقت بقى في كلام في النص بيننا بقى يقولوا نفس الكلمة اللي انا بقولها وبقيت بتضحك عشان ده بقى سيم مننا والناس اللي عندي على اللي هي اي 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 اني كلمة مثلا الكلام مثلا زي اللي هو مثلا في مرة قلت مثلا ايدياليستيك مش رياليستيك فهي بالنسبة لهم كانت كده كلام مثلا زي مش فاكرة قوي بس بيبقى فيه حاجات معينة اللي هو هوب اسكالوب بسرعة بيجروا حاجات كده فبتبقى الناس بتبقى فهمة ده كويس قوي وبيعلقولي مثلا كلمة استخدمتها من شهور بيبقوا فاكرة لها فدي بتبقى حاجة بحس ان انا ان انا الناس بتبقى حاسة ان هي انا حصيلي ده فعلا ايوه وده اللي بيبقى طبيعي مع الناس مش قد تخيل ان حد يتفرج الفيديوهاتك ما يبقاش حاسس بل انت بتقوليه اصلا انت فعلا بتقولي حاجات تبقى دايرة في مخ اي حد يتفرج الفيديو ده يعني فعلا لان هو ده اللي بقبلنا بالضبط ففعلا عشان كده قدرت يتوصلي الناس كتير الحمد لله الحمد لله ما متفكريش تعملي محتوى بطريقة تانية يعني انت مثلا عاملة المحتوى بطريقة ان انت بتبقى شايفينك بس كروفت كده شوية انت يعني مقصوص حواليكي وحطا الصورة بطريقة بالجنب الفيديو بتاعك شغالة عليك واحنا شايفين في الخلفية الفيديو الكبير اللي هو الفيديو الاساسي فكرتيش تغيري في طريقة الاديتينج وفكرتيش تغيري في انك تعلقي على مواقف تانية مش شرط يبقى ليها علاقة بكابلز او الامهات فكرتي في ده ولا حابة تفضالي مكملة في الحاجة اللي انجحتي قوي فيها هو ده ريسك شوية فكرة المخاطرة ان انا نجحة قوي فذا فا جرب حاجة تانية بس انا قريضي عملت بودكاست ما كانش بيتكلم خالص عن الامهات كان بيتكلم عن فكرة الحاجات اللي احنا بنخاف نتكلم عنها بصوت عالي زي مثلا الناس التوكسك اللي في حياتنا زي مثلا الحاجات اللي احنا بنحاول نجربها او نغيرها وما بنقدرش فانا جربت عمل بودكاست بيبقى فيه جزء من الفيديوهات بتنزل بتبقى عبارة عن رسايل بس للناس عمتا مش بس الامهات بيبقى فيه جزء قديم انا قريضي كنت عاملها فيه جزء تمثيلي او موقف حاصل بتقلقى يعني نصيحة للناس بس اين دايريكت كأمة مثلا عندك تقاب بتعمل ايه فانا بعمل ده بس الجزء اللي انا بعمله ده بتاع الريميكس بالذات انا حسنا ده اللي بيخرج الامهات يعني انا ما نساش ابدا ان فيه يعني اتنين قالوا لي نفس الجملة دي اثارت فيها قوي قالوا لي انت خرجتينها منك تقابل اللي بعد الحمل وحستين ان احنا طبعيين انا حمعنا نراش مشكلة ايوه فده حاسة ان هو ستل لسا بيوصل للناس فعشان كده مكملة فيك نور بشكرك جدا جدا على وجودك معنا النهاردة بجد بستمتع بالمحتوى بتاعك انا من اكتر الناس اللي اللي بشجعك بصراحة وبحب ادخل واتفرجوا ودبعت لصحابي واتحكوا فعلا محتوى لازيز دمه خفيف وفيه ميسج وراه زي ما قلنا ان انت بتأثري على ناس كتين هما يعرفون لأ على فكرة ما تتضايقوش من حياتكو بالعكس بستو واردو والكلام انتو شايفينه ده مش حقيقي ومش وقاي بالعكس يا جماعة واردو بحياتكو اكيد حياتكو حلوة اكيد حياتكو كويسة بس لو انتو ايه ادتوا فرصة لنفسكو انتو تركزوا مع نفسكو وما تضصوش للحواليكم لأ فبشكرك جدا جدا ومستريكي ترجعي بقى هنا تاني بفكرة جديدة بمحتوى جديد نتكلم عنه ان شاء الله قريب ان شاء الله شكرا قويسين شكرا يا نور شكرا خلصت حلقتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكو واستنونا في الحلقة اللي جاية باي باي شكرا شكرا شكرا